اهلا وسهلا فيكم عن جيد مشاهدين ومستمعين الكرام ببرنامج الحكي بالسياسة بسنة الرحب بضيفة الناشطة السياسة وعضو مجلس القمصان البيض الدكتور هاديمراد اهلا وسهلا فيكم اهلا فيكم اول شيء وين هالغائبة شفناك برمضان بعيدا عن السياسة صحيح وصار لك فترة متوقف يعني عن هيك نشاطك السياسة في شيء بالسياسة رجع استجدتا جانا اكتشفنا انه السياسة بدها حكي فمعك الاطلال الاولى بعد الاعتكاف الادب الثقافي دايما هو اساس لنعود لهالمرحلة خاصة وانه شفنا انه هناك فراغ دامس بلبنان ليس فقط من حيث رئاسة الجمهورية انما انما الفراغ اساسي بكل مكونات المجتمع اللبناني اقتصاديا سياسيا امنيا حتى عم نشوف شو عم بصير بلبنان فالصوت لازم يضلوا عالي وما لازم ابدا ياخد فرصة ولا ياخد نهائيا لبريك يعطيك العافية الله يعافيك دكتور هادي بداية اذا بنا نقيم الجلسة الاخيرة الجلسة 12 اللي تابعناها كلنا يعني جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية والنتائج اللي طلعت عن هذه الجلسة اول شي بالشكل كيف ليت هذه الجلسة تصرفات الرئيس برري التي يعني نتوقع ولكن كل مرة ويفجأنا اكتر واكتر كيف شفت هذه الجلسة بالتحديد بالشكل يعني ما بعرف قدي كانت هذه الجلسة قانونية من ناحية من ناحية القرار التعسفة اللي الرئيس برري كان يعني مثل عم بيشيل ويحط بناء على اراؤه غير الدستورية وهذا شيء يمكن ما تعودناه بهذه الطريقة المفرطة يعني الواحد يلغي صوت واحد او يقول انه هذا صوت مش محرز لا بيقدمها بأخير مع العلم انه هو قد فاز بصوت واحد يعني في انتخابات رئاسة المجلس النيابي يعني 64 زائد واحد ولا من قاله لرئيس مجلس النياب بيفرق الصوت لما يكون عم بيأثر بهذه الطريقة وعلى كل حال كانت واضحة هذه المسرحية الهزلية يعني كان في ضغط كتير كبير على العديد من النواب قبل هذه الجلسة وذلك لوضع الضغط على مرشح المعارضة جهاد ازعور لكي لا يحصل على عدد جيد من الاصوات يعني ما يتعدى الستين صوت وشفنا انه هذا الضغط قد نجح ولكن كيف بدك تقنع على قوة الممانعة انه رئم 51 هو اقل من 59 هوا مشكلة هوا مشكلة هوا مشكلة لانه بكل أليم نغسل لدماغ صحيح؟ لقد وخمسين اكتر من 59 اكتر من 59 مواقف النواب يعني اول شي بدي أسألك عن موضوع التقاطع يلي حصل على جهاد ازعور يعني تناعت بهيدا التقاطع هو تقاطع مصلحة تقاطع يعني بنعرف انه الوضع بالبلد بحاجة لقواعد مشتركة أبعد من التقاطع المصلحة يعني على اسمائها يعني اليوم كيف بتقيم هذا التقاطع وخاصة انه اتى بخلفية مسيحية مسيحية طبعا بالبداية يعني السياسة هي فن الممكن وبالتالي يعني الدخول إلى معترك السياسة ووضع شروط الغائية هو ليس من شيء من السياسيين ومن يفكر بالسياسة اليوم شفنا بعض قوى التغيير قد مجحوا نعم في الالتقاء يعني ضمن خط مشترك مع بعض القوى السيادي والمعارضة وهذا شيء إيجابي لأنه مثل ما قلت لك أنه لحظة 17-20 وهذا الشعار الفطفات كلهم يعني كلهم كان ينفع بلحظة معينة أما اليوم عندما تدخل إلى الماجلس النيابي وتريد أن يعني تثبت وتمثل صوت الناس والعالم عليك أن تتحالف ولو بلحظة تاريخية لا تقدر تجيب رئيس جمهوري لا تقدر تشكل حكومة اليوم شفنا هناك بعض القوى التغييرية تحملت هذه المسئولية وحملت مشعل مرشح المعارضة على عاطقها لكي يعني تصوت في هذا الاتجاه ولكن الولدنة السياسية تجاه بعض النواب التغيير الذين أنا أعتبرهم قطعنوا الثورة في ظهرها عندما ذهبوا إلى مرشح آخر أو إلى الورق البيضاء أو إلى الشعارات يعني لا تموت إلى الواقع بصلة أنا أعتبر أن هؤلاء المرشحين أو هلاء النواب هم بلا لون ولا طعم ولا رائحة وبعضهم طبعا أنا ما عم خون هذا ليست لغة تخوين إنما هذه لغة استفاف سياسة البعض نراهم وديعة حزب الله أو وديعة حزب الله في الماجلس النيابي وبالتالي عم نشوف نحنا كلما حزب الله بينزنق بمطرح بيحكي مع كم حدا من أصدق حليمة قعكور وسينتيا زرازير واللياس جرادة؟ هؤلاء نواب تغيير مش عم بحكي عن نواب المستقلين إنما لياس جرادة وحليمة قعكور وسينتيا زرازير هذا ليس موقفي وحدي يعني إنما موقف العديد من المجموعات التي نتناقش في السياسة يعني أشيط فيهم ويقام مهاب يعني وحكي عن شجاعة حليمة قعكور وسينتيا زرازير واللياس جرادة وسابتهم على موقفهم ونوح بهذا القرار إذا أتتك مدمتي من ناقصنا هلا هي بالعكس إذا أتتك مديحي من فهي أشيطت لي نعم فما بعرف يعني إذا وقاموا ها بعطاني هايدي الشهادة يعني بهؤلاء نواب التغيير أو بهؤلاء نواب التغييريين يعني ما بعرف قديش شو المشكلة اليوم عند هيدول النواب يعني اليوم منهم شايفين فضاعة الوضع اللي إحنا فيه معتبرين أنه عنا بعض رفاهية الوقت وأنه نقعد نتحيور ونقع ونحط أسامة شمال يمين مع احترامنا لجميع الأسامة كيف يعني اليوم عم بيقرؤ الاستحاق هيدول النواب أنا صراحة يعني هل في تحالف يعني بتعتقد في تحالف مع حزب الله جماعة مع تقدين بيتوجه حزب الله يعني وعم بيخبرونا غير إخبار لا أنا ما بعتقد هناك تحالف جدة بين هؤلاء النواب وحزب الله يمكن تحالف فكرة يمكن يمكن بالأفكار بس هؤلاء الأشخاص أنا بعتبر أنه ما عم يعرفوا يشتغلوا سياسي بقلب هذه المؤسسات الدستورية التي تبدأ من مجلس النواب وتنتهي في المؤسسات العامة اليوم رئيس جرادة أنا سمعت بأكتر من مقابلة قبل الجلسة بيقول أنه أنا سوف أضع هذه الورقة يعني احتراما لموقفي في المنتصف بين الاستفافين وكأنه يعني أنا بدي أقوله هذا الحياد هذا الحياد اللي هو عمله هو حياد بين حق والباطل للأمانة يعني أنت جيت بأصوات بجنوب التالتة اللي هي كانت معركة كبيرة بوجهة الثنائي الشيعي واليوم أنت سلفتوا لهذا الثنائي في المجلس النيابي ورقة يعني على طبقة من ذهب يعني اتخبوا ما كان على الحياد حط له اسمه طبعا مش وقف على الحياد ما كان محتار وأنا بعرف قديش أصدقائنا بجنوب التالتة تعرضوا للأذى والإهانات والشتائم وأدم بدك يعني أمنيا تعرضوا لهذه الضغوطات ومع ذلك صوتوا للياس جرادة وغيره من النواب فاليوم أنت لما تجي بهيك بهيك قوة ضغط من الشعب عليك أن تحمل هذه المسئولية حتى النهاية ولا يمكن أن تقف على الحياد بين موقفين وتقول أحلهما مر لا أكيد لا لأنه اليوم أنا لما أشوف اسلامين الثرنجية هذا المرشح الذي يعني يترشح باستفاف عمودة ضد طبيعة المجتمع اللبناني اسلامين الثرنجية اليوم اللي قاعد بخطابه يهين يمينا ويسارا يعني مثل الأصدقاء مثل وزير زياد بارود وغيره من الشخصيات هذا يعني لا يمثل حنكة السياسة والرجل الدولي والرئيس القوي الذي يعني يريد أن يحترم ويوقر كل الجهات المعنية لذلك اليوم شفنا أنه مثل ما أن نواب التغيير ومش عفوا نواب المستقلين وبعض نواب التغيير راحوا بخيار تفضيلة لمرشح آخر سيزيد من حضوظ سلامين الفرنجية في المجلس النيابي برأيك اليوم هيدولي الرمديين يعني في من نسميهم رمديين هن حجتن أنه شايفين المعركة من معركة بتفيد البلد يعني اليوم إن كان سلامين فرنجية ولا جهد أزور هذا الاستفافي اللي موجود اليوم بالبلد هذا استفافي عم يأزي يعني أي واحد من الثاني بيربع راح يكون ربع على حساب الآخر هن يقال أنه هن بحبزه يروحه لإسم ثالث يكون جامع المعادة اللي برأيك قابلة للتطبيق بظل تمسك حزب الله بفرنجية؟ أكيد غير قابلة للتطبيق إذا كان حزب الله لا يريد سوى سلامينة فرنجية في سدة رئاسة الجمهورية اليوم حزب الله عليها أن يعلم يعني المشكلة عند حزب الله طبعا وهن ما شايفينه هن عم بحطوا حزب الله بمساوية المعارضة أبدا لأنه لألك ليش الدليل على ذلك أنه المعارضة انتقلت من مرشح إلى آخر وليس بهدف حرق المرشحين إنما بهدف الوصول إلى مرشح قادر على أن يتساوى مع الجميع اليوم حزب الله مرشحه منذ بداية الفراغ الرئاسي وحتى اليوم هو هذا الشخص حتى تخلى واختلف مع حلفائه الذي ديمت ما بيقوله كرميل هذا المرشح يعني هون بيأكد لك أنه مرشح الثنائي أو حزب الله هو مرشح الشخص وليس مرشح الفكرة أو مرشح المشروع يعني هذا الشخص أو لا أحد إنما المعارضة نجحت في أنه تبلور شخصيات كثيرة وأنه تتواصل مع بعض وأنه تتحاور مع بعض وهذا بيعني أن المعارضة قابلة للحوار إنما بدك تتحاور مع حدا هو بحد ذاته حاطت عنده العنوان العريض سليمينة فرنجية أو لا أحد أنا بعتقد أنه لازم نروع على حوار ولكن بعدم وضع شروط مقدسة عند أثناء الشيعي ومسبقة أنه بدنا هذا المرشح وبدنا نأنع المعارضة بهذا المرشح فقط هذا هو السبب الأساسي بعدم اكتمال نصاب الحوار بين المعارضة وبين الممانعة الواحدة وخمسين صوت كان مفاجأة إيجابية لجمهور سليمينة فرنجية أو الفرية اللي دعموا له برأيك شو كان سبب الواحدة وخمسين هل هو ضعف عند المعارضة هل هو أصبح في حالة اختراق للمعارضة هل التهديد والتهويل كمان كان جزء هل الأموال يحكي أنه كان فيه أموال كمان الأموال ساهمت بهذا الموضوع يعني 51 صوت لسليمينة فرنجية نعم نحكي بالأربعين بالأربعين أربع واربعين يعني زادوا سبع أصوات ما يقارب السبع أصوات أنا أعتقد حنكت الممانعة بتهديدة وبترقيبة وإلى آخره قدرت تخرق نعم الصفوف ما في شك في ذلك وشفنا حسن فضل الله قبل الجلسة كان عم بيقول أنه توقع المفاجآت وهذا يعني أنه هناك كان عمل حثيث من قبل قوى الممانعة للضغط على الكثير من النواب عدا أنه هناك بعض النواب ما كان عندهم الرغبة في التصويت ضمن قرار القرار الحزبي لبعض الأحزاب لسيمة الوطني الحر عدا الرغم من أنه نفل نفل كثيرون أنه نحن صوتنا لجهاد أزعور والتزمنا إنما شفنا كمان أحزاب عديدة هي أقرب ما يكون إلى مرشح السوري شفنا حزب الطشناء كان يعني متقدم في هذا الطرح على العلم أنه نفى النائب بقرادونيان هذا الموضوع إنما أنا بشوف أنه نعم هناك خرق لبعض مثل ما قلت لك النواب أضف إلى أنه بعض الكتل ما كانت محسوبة أنه راح تصوت لهذا لهذا الطرح وبالآخر قدرت تقلو بالكفة تجاه أرقام سلمينة فرنجية وتعطي تسبق الخمسين صوت بصوت واحد فهي عبارة عن عوامل مشتركة ساهمت في إيصال الثمانة فرنجية إلى هذا الرقم الجزء الرمادي من هيدول النواب أغلبيته من الطائف السنية الكريمة اليوم غياب الرئيس الحريري برأيك أدى يعني إلى شيء لنحن وصلنا له ما في مرجعية سنية أساسية ما في غطى كبير بانتظار شو هيدول النواب يعني اليوم شو نطرين هيدول النواب يعني أكيد أنا مع احترامي للطائف السنية الكريمة ولكن بعض الانتخابات شفنا يعني هذه الانتخابات شو ولدت مين هؤلاء النواب اللي هني عم يمثلوا اليوم الطائفة السنية هناك الكثير منهم أحترمهم ورديهم المسئولية حس المسئولية ولكن عم أشوف التشقق في جدار يعني هؤلاء النواب اللي يمثلون الطائفة السنية ما في شك أنه غياب الرئيس سعد الحريري قد أحدث هذه يعني البلبلة في وسط الطائفة السنية بحيث التنثيل النيابة نطرين ما بعرف إذا نطرين يعني ضوء أخضر عربي ليصطفوا في المكان الصحيح ولكن أنا برأيي اعتماد هؤلاء النواب على أن يكونوا ردة فعل لن يحدث أي فعل بقلب المتغيرات اللبنانية اليوم أنت عليك أن تكون الفعل وأن تكون الحدث بقلب مجلس النواب وأنه مش تقعد على الحياد وتكتب لبنان الجديد وساعة لبنان الأفضل لبنان الجديد ولبنان الأفضل منه شعارات منه كلمة بيكتبها بالهواء الطلق لحتى عبر عنها بقلب صندوق الاختراع اليوم عليك أنت أن تكون جريء في طرحك أن تكون مستعد لأن تمثل إرادة الطائفة السنية التي انتخبتك في هذه الانتخابات ومش تظلك قاعد عم تتولدا بقلب المجلس النيابة لما توصل حدا أو لا اعتبارات سياسية وتحالفات مسبقة تحت الطاولة مع السلطة لكي توصل مرشحها فيما بعد بس الرئيس الحريري كان له تأثير غياب أكيد بحاجة يعني الطائفة السنية اليوم لراعي لألا يعني مبحبه ولا هو مفهوم خاطئ يعني أن الواحد ينطر رأب ولكن عند المسيحيين معروفين من كياداتهم عند الطائفة الشعية أنا أرى التنوع والاختلاف هو شيء إيجابي جدا يعني في الطائفة المسيحية هناك أربع أحزاب أو تلت أحزاب كبار عندك أنت بالطائفة الشعية حزبين أنا لا أحب الأحادية أحب الاختلاف والتنوع اليوم بالطائفة السنية المشكلة هي في يعني هناك اختلاف كبير جدا يعني هناك عم تحكي أنت 27 نائب 27 نائب ليس لديهم مرجعية أو 2 أو 3 كل واحد وفتاعة أحزاب لهذا السبب أنا أعتقد أنه الطائفة السنية اليوم في المجلس النيابي مشتتة بمحل ما غياب الرئيس سعد حريدي كما قلت كان لديه الواقع الكبير على هذا التشتت إنما هذا لا يعني أنه ما في حل ما في بدرة أمل لجمع هؤلاء النواب تجاه مشروع وطني تجاه مشروع سيادي مشروع دولي ونرجع ونذكره مرة تانية أنه الرئيس شهيد رفيق الحريري استشهد لأجل هذا المشروع استشهد لأجل أن يبقى لبنان بدون وصاية خارجية وصاية دولية أو انتداب اليوم نحن عم نعيش مرحلة أخرى من الانتداب الفيرسي بقلب هذه الدولة اللبنانية وأصبحت المؤسسات اليوم يعني تخضع لشرها مبين بين مكونات الدولة وبين مكونات الدولة فأنتوا إذا تعتبروا مشروع رفيق الحريري هو مشروعكم السيادي اللبناني عليكم أن تصطفوا بالمكان الصحيح برأيك هيدول النواب خرجوا عن الخط التاريخي للطائف السونية بالبلد؟ بمحل ما نعم يعني كمان حتى ما اشمل ما بحب الجمع بعض النواب من الطائف السونية قد خرجوا عن عن هذه القاعدة التي كانت يعني تجمع اللبنانيين يعني نحن معروف لبنان كان منذ الأزل يخضع لقرار الثنائي بين الطائف السونية والطائف المارونية يعني لبنان هكذا بدأ منذ يعني لبنان الكبير حتى اليوم عم نشوف هناك ابتعاد عن هذا عن هذا الحل عن هذا الخط لست أدري إلى أين سنصل يعني بهذا بهذا الموضوع ولكن أنا بعتقد أنه عاجلاً أم آجلاً سوف يعني يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود من هؤلاء النواب وبنعرفهم على حقيقتهم مين كان يخدم مشروع الممانعة ومن يقف بالمرصاد ضد هذا المشروع وضح الصادي فؤاد المخزومة مع حفظ الألقاب وأشرف ريفة كيف بتقيم اليوم تجربتهم أعتبر شخص تغيير وشخصين آخرين عندهم تاريخ بالسياسة أنا أعتقد أنه هؤلاء الأشخاص يعني من الشخصيات الصونية نعم الذين بقوا على هذا الخط وطبعاً أحيي هذه التجربة يعني أحيي كمان ما فعله وضاح بالتقارب من من عدة يعني قوة معارضة في مجلس النمواب لأنه وضاح يعني شخص مش أنا بموضع التقييم بيعرف يشتغل السياسي صح واضح مثل ما بيوحي اسمه مع أنه ما تربطني علاقة شخصية يعني ما أنه صديق ولا شي بس أنا بعتبر أنه ما فعله هو وفؤاد المخزومي وأشرف ريفي في اليوم بيوجه مرشح الممانعة وبالممارس السياسي داخل المجلس النيابي كان إيجابيا وبعتبر أنه عم بيغرده خارج السرب من ناحية النواب الطائفة السنية فتحي دكتور هادي يعني حدتك كنت ناشط لدرجة كبيرة قبل الانتخابات وكان عندك مواقف وعمتواكب إضافة إلى حضورك الدائم بالثورة وكل النشاطات اللي كانت اليوم من بعد كل هادي الفترة الواحد بيكون هيك رائق بمطرح من المطاريح رجع استوعب شوي شو عم بيصير كيراقتك للمرحلة المقبلة نحنا منقدر نكمل بلبنان مثل ما كنا مبلشين فيه بالمرحلة السابقة ولا حقيقة لازم نرجع لهواجس الطواقف للأسف بالبلد لبنان بلد طائفة إلى هواجس الطواقف بلبنان نرجع نشوف عن جد كل طائفة من دون بلطجة نشوف هذه الطائفة لشو بحاجة نرجع نعيد تكوين هذا البلد نعيد الإدارة فيها وخاصة اليوم بيظل صعود طيارات جديدة شي بنادب التقسيم شي بنادب الفيدرالية شي بنادب اليوم كيف كيراقتك من بعد التجيب ومن بعد ما هيك أخذت بريك فترة وفكرت أكتر من بعيد واحد بفكر بطريقة مسالمة أكتر يعني وجدت بالمرحلة السابقة يعني بعد ثورة 17-20 طبعا قلنا أنه لبنان بلد طائفة وما بيزبط إلا من خلال العودة إلى الطواف ولكن هذه الطواف أنا بعتبرها هي كمان بمحل ما إيجابية في التنوع والاختلاف بقلب لبنان هو المشكلة بس نعترف ببعض صحيح نعترف بيدورهم للطواف بتروح المشكلة بتروح بتروح شفنا أنه أنه الخطاب الطائفة والتخويف وترهيب الآخرين من قوة هذه الطائفة هو اللي بيأدي لهذا الانقسام وهذا طبعا خطاب إدر بعض زعماء الأحزاب أنه يستخدموا كقوة ضغط على قاعدتهم الشعبية أنه انتبهوا من هذه المعركة وانتبهوا من هذا الشخص ومن هذا من أمير الحرب هداك وكأنه نحن التاريخ يجب أن نعيشه كل يوم ونشوفه قدام عيوننا ونخوف الآخرين لحتى ما نقدر نطلع من هذه القوقع الرمادية كان يقول السيد فضل الله أنه سيد محمد حسين فضل الله المرجع الشيعي المعتدل العظيم أنه هم يخافون أن نفكر لأننا إذا فكرنا سوف نخرج من هذه البقع الرمادية التي سوف تمحو كل تاريخهم القديم فاليوم أنا لقيت أنه هناك العديد من أشخاص في الطائفة الشيعية اليوم عم بيفكروا خارج هذا الصندوق لأنه عرفوا أنه يعني المشي وراءهم كالعميان مكفوفين هكذا لن يصل إلى إلى مرحلة إيجابية في تاريخ البدان وشفنا كمان بالعالم العربي اليوم كيف أنه الاتفاقيات اليوم تتمحور حول السلام في المنطقة العربية لسيما بين اليمن والسعودية وبين وفي سوريا وفي العراق هذا بيعني أنه أنه التوجه نحو الإصطفاف العمودة والمواجهة للدول العربية كانت أمر سيء وكانت فايل سيء ولم ينجح ولم تنجح الممانعة في المواجهة أخر شيء اضطرت تقعد على الطاولة وأن تقدم تنازلات لأجل أن تربح السلام في المنطقة إذن اليوم الذين يحكمون في لبنان لازم يعرفوا أنه ما في حل إلا بقرار الدولة وبقرار الانتصاف وأنه يكونوا كلهم قاعدين على الطاولة وحدة وما حدا يقلنا أنه أنا زندي أكبر من زند الآخر وأنه أنا سلاحي أقوى من سلاحك بس هيدا مش بالحقيقة هيدا للأسف هيدا كلام جدا مقبول وجدا راقي وجدا بجنن يعني الحقيقة بتقول يلي ضحى أكتر واللي دفع أتمان أكتر واللي كذا بديقبض حقا يمكن يوم برأيك حزب الله صار الوقت أنه يقبض فمن التضحيات يلي قدمها إن كان بسوريا إن كان باليمن إن كان بالدول العربية وعلى الحدود اللبنانية ولا الاتفاق يلي لمحت لقلو السعودة الإيرانية واللي عم بيحصل بالأقليم راح يكون على حساب الميليشيات كما ذكر ذكر بيان القمة العربية أنا بنأي إنه حزب الله ترك على الهامش في هذا في هذا الاتفاق والدليل أنه يعني خارج المحادثات اللي حصلت طبعا بين السعودية والإيرانية وهذا ليس سر يعني يعني نخفيه يعني جميع المصادر تؤكد إنه حزب الله لم يكن يدري بماذا يحدث في الصين لم يكن يعلم ما يحدث تحت قبة هذا هذا الغطاء الصيني لهذا الحوار السعودي الإيراني حزب الله ترك يتيما وعرف في نهاية المطاف إنه هو لم يعد قادر على التأثير بالقرار الإيراني كما كان في السابق لأنه كان بمحل ما يقدر أن يتواصل ليوصل هذه الفكرة وليوصل ورقات الضغط اللي عنده إياها باللبنان فأنا أعتبر أنه نعم اليوم الاتفاق يتم على حساب الميليشيات في مشرق العربي وفي الخليج العربي لذلك شفنا يعني هناك صوت خافت من أمين عام حزب الله صعد من بعد الاتفاق ومن بعد معرفته بالاتفاق ولمح بأنه هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون على حساب وجود حزب الله في المنطقة لذلك أنا أدعو اليوم هذا الفريق أنه يتواضع قليلا ويرى ماذا حدث بين السعودية وبين إيران لأجل أن يصل إلى يعني منطقة مشتركة مع اللبنانيين في هذه الدولة بس مشروعه عم بيخسروا مشروعه عم بيخسروا بس بده يربح شيء بالسياسة لذلك عم نشوف كيف عم بينادر تجاه رئيس جمهورية تجاه توقيع ثالث بيكتفي اليوم حزب الله برئيس جمهورية ويتغير وضعه بلبنان ولا حزب الله اليوم بدي حط كل شيء يقدر جمعه بسلط الضمانات ومستقبل الطائفة الشعية بلبنان أنا أعتقد أنه حزب الله اكتشف أنه لا يمكن أن يقود لبنان بهذه العنجهية وبهذه السياسة الخاطئة لأنه شفنا شو ولدتله على مدى 17 سنة ولدتله العداء من جميع الطوائف اللبنانية من الطائفة الدرزية والسنية والمسيحية وحتى من جمهور الطائفة الشعية اليوم الذي يندد بكل خياراته لهذا الحزب لذلك أنا بقول أنه حزب الله اليوم حري به أن يخرج من هذه يعني هذا التكتل الواضح نحو مشروع ممانع التوجه نحو الشرق رئيس جمهورية لا يتحدث مع أكثر من نص الدول العربية والأقليمية وعالميا وإلا سوف يخسر كثيرا في قلب الحلب اللبنانية ويجب أن يتعلم من كل الطائفية السياسية التي مرت المرونية السياسية والسنية السياسية التي لم تود بلبنان إلا للدمار بس ليش حضرتك عم تقرأ الاتفاق وكل ما يحصل إقليميا على حساب هذا الخط بالوقت يعني شفنا ما في تغيرات بالعراق شفنا تغير واضح بسوريا لمصلحة هذا الفريق نعم مش ضد هذا الفريق وبانتظار الوضع بلبنان بلبنان ما حدا عم بيقول له يا محلى الكحل بعينيك لحزب الله ليش بد يكون التغير على حساب هذا الفريق مش لمصلحة هذا الفريق لأنه بكل بساطة حزب الله ليس هو الدولي في لبنان لكي يتم التفاوض معه حزب الله هو حزب لبناني أو حزب داخل هذه الأراضي اللبنانية يأتمر إلى أوامر خارجية إلى أوامر الولي الفقي واليوم يعني شفنا التفاوض لم يتم معه بيئة المباشر التفاوض يتم مع إيران وهناك طبعا يعني محاولة لتخفيف هذه الهوة في لبنان وليجعله أنه يتنحى شوية عن القرار الأساسي بقلب الدودة اللبنانية لذلك أنا لقست أرى حزب الله كغيره من يعني هو ليس سوريا هو ليس العراق هو جزء من هذه المعادلة وهو بين أوسين يحمل سلاح غير شرعي داخل الأراضي اللبنانية وهذا الشرط الأساسي بكل أوراق المبادرات يعني التي طلحت من السعودية ومن قطر أنه الدولة اللبنانية يجب أن يكون هناك استراتيجية دفاعية أنه يقعد على الطاولة ويقدم تنازلات بهذا الموضوع لأنه ما بيمشي الحال بقلب دولة فيها سلاحين وفيها مؤسستين وفيها أمنين وفيها اقتصادين لذلك أنا أرى أنه لابد أنه هذا الموضوع أن يتم ليس بالقريب العاجل لأنه مثل ما أنت تفضلت وحكيت أنه بالعراق وبعض الدول لما تتغير هذه الأمور بشكل سريع وبشكل اللازم المطلوب تحتاج إلى أكيد إلى وقت اليوم اللقاء السعودي الفرنسي اللي عم بيصير بالإليزاء أنا بعتبره أنه لقاء أساسي تجاه هذا الموضوع ورح نشوف أكيد يعني تصريحات مهمة بعد هذا بعد هذا اللقاء يبدو أنه لبنان على جدول الأعمال هذه وقصة ما كان على جدول الأعمال مثل ما عم بتصر السعودية أنه نحن ما رح نتدخل بالموضوع اللبناني فيه إصرار من قبل السعودية ما يتدخلوا في حال ما كان لبنان على جدول أعمال البنان أو ما اضطرقوله بالعالم يعني وما كان شي مهم أو نتج جاي عن هذا الاجتماع برأيك عليم لمصلحة مين أنا مثل ما قلت نحن ما لازم ننتظر الفعل لنعمل ردة فعل بعتبر إذا ما كان فيه هناك تصريح مباشر عن الموضوع الرئاسي في لبنان هذا الشيء أنا بعتبره لمصلحة أيضا المعارضة لأنه عليها أن تتوحد لكي تؤثر هي تكون ورقة تضغط على المجتمع الأقليمي والدولي وتقول أنه هذا مرشحنا مؤسرة المعارضة بأداء بمطرح معين طبعا أكيد بشو تقصير شو لازم تعمل اليوم الانفتاح على كل الاحتمالات أساسي اليوم فؤاد المخزومة عامل جولة مع عدد من النواب على كل صحيح على أوروبا وأميركا اليوم عم نشوف أكيد عم نقول اشتغلت إلى حد ما بأسلوب صحيح حتى اليوم ولكن يعني ما بيخلى الأمر من بعض الأخطاء اللي اللي أدت إلى هذا الانقسام أو إلى الانفلات من بعض من بعض القوة مثل ما أن بعض قوة التغيير بعض قوة النواب المستقلين لازم يخففوا شوي لعب في هذه الأوراق وأنه يلتزموا أكثر بتمثيل الشعبي لكل اللي صوتوهم ويكون على قد هذا الحمل وياخدوا هذا الموقف الأساسي لحتى يقدر يوصلوا مرشح يعني توافق بين قوى المعارضة ويكون أساسي بوجه مرشح الممانعة وأكيد الحوار أساسي لابد بدون أي شروط مسبقة كما قلنا من قبل اليوم طالما القاعدة الشعية مع الحزب ما في شي رح بأسر عليه اليوم شو وقع القاعدة الشعية الداعمة لحزب الله برأيك يعني أنا بقول لك أنه القاعدة الشعية اليوم تغيرت فيه نأمة بظل الوضع اللي نحن عم نعيش فيه بلشت عم بتفكر ترجع إلى عروبتها ترجع تفكر أبعد من الوضع والنعيم اللي كانت عيش فيه بالسابق حكينا قبل الانتخابات بهذا الموضوع وأتقلت لك أنه اليوم الطائفة الشعية هي أحوج ما يكون إلى الخروج من هذا النفق المظلم اللي عم بتمثله سطوة حزب الله في هذه الطائفة اليوم شفنا ببعض الانتخابات النيابية بالأرقام بالأرقام حزب الله لا يمثل أكثر من 30% من الطائفة الشعية بالأرقام فيه طبعا يجيب 27 نائب شيعية من 27 هذا لا يعني أنه يمثل صوت الشعب أو الطائفة الشعية بأكملة لأنه هناك أكثر من 50% من الطائفة لم تصوت وأكثر من 7-8% من الطائفة الشعية قد صوتت لي لوائح معارضة شفنا ببعالبك هل من لوائح المعارضة قد جابت شفنا بلائحة الجنوب التالتي كيف لائحة المعارضة قدرت تخرق بمقعدين وإن لم يكن شيعيين ولكن اليوم بسبب طبعا هذا القانون النسبة يعني والصوت التفضيلة اليوم بيقدر حزب الله ياخد الأصوات الشعية بكثرة إنما شفنا أيضا بدوائر أخرى مثل بيروت التاني وبعبدة كان المرشحين على لائحة المعارضة بفارق بسيط جدا عن مرشحية الثناء الشيعي يعني لا يتعدل 500 صوت ببعبدة ولا يتعدل 1000 صوت أو 2000 صوت ببيروت التاني إذن هذه المؤشرات تؤكد أنه اليوم الطائفة الشعية هي تريد التنوع وتريد التغيير ليس فقط بمواجهة مع حزب الله إنما اليوم العديد من الطائفة الشعية تتذكر قول الإمام موسى الصدر بأن الشيعة هم عرب وأنه المحاولة هاي كان يقول الربط بين الشيعة وبين وبين أي دول سيما الدول غير عربية هو خطأ لبل خطيئة اليوم شافوا أنه قارات حزب الله قد أوصرتهم إلى المقاطعة والقطيعة مع الدول العربية شفنا العديد من الطائفة الشعية اليوم لديهم أبناء في المملكة العربية السعودية ما قدروا يشوفوهن في الخريج العربي وهذا يعني أنه تحددوا بمصالحهم تحددوا بوظيفهم أكيد العديد خرجوا من مظائفهم في المملكة وفي الكثير من بسبب طبعا الاستفافة السياسة وأنا أعتقد أنه هذا الشيء ما لازم يصير لأن الطائفة الشعية بشكل عام طائفة متنوعة ولا تريد بس في شي عام بتحضر ولا ممنوع حتى يتحضر يعني اليوم هذي مراد بينحكى معه بيشوفوه بمطرح أنه شخص مسؤول بينشاف الحال فيه بالطائفة الشعية ولا مسكرين وممنوع حدا تاني يكون فيه دور معيان هذا الموضوع برأيي بده جرأة من بعض الشباب وعم نشوفه كتير من أصدقاء في الطائفة الشعية عم عم بيطلعوا وعم يحكوا وعم بيعلوا صوتهم واليوم نحن بسطط التحضير للأماني للقاء وازن هذا النوع ما بحق لي أحكي عنه هلأ إنما في القريب العاجل بنحكي عنه أكثر أنا وياك نشوف تجمعات سنية وأنا مش ضد يعني الكلام اليوم بالطائفية هيك مش غلط هذا تنوع لازم نفتخر فيه نحن بمطرح من الطارح يعني مش دايما التصويب والحكي بالموضوع الطائفة هو طائفة دنيء وشي عاطل فيه تجمعات مسيحية فيه تجمعات سنية اليوم ما بتلاقي فيه التجمع الشيعي مثلا الحر أو المواجه لحسب الله أو كذا اليوم رح يبلش الشغل بهذا الموضوع أنا بقل لك أنه تحت عنوان يوروبة تحت عنوان ممكن ممكن هذا الشي إشو بدي لك شغلي أنه اليوم أثبتت كل المعادلات ونظريات أنه الطائفة الشيعية هي الأساس بالتغيير ولو عملك يا يا جيمي من هون لو الأحزاب المعارضة والقوة التغييرية اكتشفت هذا الموضوع وعرفت أنه إيصال مرشح شيعي إلى سدة البرلمان هي الأساس لكننا بقل في خير لأنه اليوم كنا نحن قدرنا نعمل وراء الضغط كنت تفسرتوا طبعا لأنه اليوم اليوم حزب الله يستطيع أن يقول بين أوسين أنا ربكم الأعلى فاعبدون بقلب المجلسينيابي أنا الممثل الحصري المحتكر لهذه المقاعد بوقت أنه كان كسر هذه المعادلة كتير وارد يعني بقلب الانتخابة النيابية الماضية مثل ما تلك الأرقام تثبت هذا الشيء لكن البعض فضل أنه أن يتجه بأحادية القرار بموضوع اختيار نواب من طائفة معينة اليوم التنوع أساسي الطائفة الشيعية هي الأساس بالتغيير وهي من سيغير وجه لبنان طبعا نحكي الشيعة المعتدلين الطائفة الشيعية المعتدلة لأنه لا يمكن نحن أن نصل إلى خط مشترك مع كل الطواف إذا نحن كنا نحكي بالثنائية الممانعة التي تأخذ لبنان لمطرح آخر غير عن عروبته غير عن موقعه الطبيعي بين دول العالم العربي والعالم لازم يصير فيه يعني الخطيئة اللي شفناها بالألفين وخمسة أعضوا تكرارها بالألفين واثنين وعشرين نعم وقت اللي عزلوا الشيعة نعم من المعارضة صحيح طيب هذه المراد مع نزام جديد بالبلد مع الفيدرالية لا أنا مش مع الفيدرالية مش يعني أنا أول شيء أتفهم من ينادي بالفيدرالية وأتفهم جزء كبير من هؤلاء الأشخاص الذين ينادون بهذا بهذا الطرح أنا بعرف أن الفيدرالية هي مش تقسيم للبلد مثل ما البعض نفكره بعرفه ليست يعني فئات متنوعة تعيش وهناك حدود دولة وحدة ولكن مركبة مركبة أنا اليوم مع تطبيق نحن اللي بيكون في عندك أنت دستور كامل متكامل من ناحية جميع بنوده ولكن ينقصه التطبيق هو الذي أنا أريد أن أنادي به يعني اليوم مش المشكلة أنه باللبنان ما في دستور أو ما في قانون يحمي جميع الطوائف ويحمي مؤثسة الدولة اليوم عندك أنت اتفاقية الطائفة التي لم تطبق بحوالي 70% من بنوده من حيث السلاح من حيث المركزية الإدارية الموسعة من حيث قانون الانتخاب في لبنان من حيث مجلس الشيوخ أنت عندك اتفاقية قد رحل ضحيتها 200 ألف شهيد بقلب الحرب الأهلية لأجه هذا الاتفاق اليوم يجب أن يكون هناك نعم رقابة دولية بأعتقد يجب أن يكون هناك مؤتمر دولي إلى لبنان لأجل أن يعيد الرقابة تجاه كل الطروحات التي لم تطبق في الماضي من ناحية تطبيق الدستور اللبناني للوصول إلى إلى هذه بس اليوم إذا حزب الله بده ضمانات للشيعة أكتر اليوم أنت بترفض هذا الموضوع أنا برأي ما لازم ولا طائف تطلب ضمانات لا لا الطائف الشعي ولا غيرها من الطائف الأخرى بالأمانة يعني يعني شو بده ياخد حزب الله بس لما بظل الانتفاق الطائف يعتبر حاله هو فيه إشحاف بيحقه أبدا أنا بالعكس بشوف في في فائد قوة بحق بقلب الدولة اللبنانية من وراء السلاح من وراء السلاح وإذا شير السلاح بترجع الطائف الشعي طائفة بس هون هادي الفكرة الفكرة اليوم أنه التنازل لازم يصير من كل الطوائف يعني أنا بدي يقول أنه إذا الطائف المسيحية والسنية سلمت بأمر تسليم من أوسين السلاح لحزب الله لازم يكون هناك إعادة تموضح في المرحلة المقبلة وتوزيع الأدوار بين هؤلاء بين هؤلاء هذا شيء بيدرو بالطائف لا أنا عم أقول توزيع أدوار بمعنى أنه أنه لا يجوز أن يكون هناك يعني يعني رئيس يعني بالطائف ليس هناك عرف قانوني أنه رئيس المجلس نوع بدي يكون هيك رئيس الحكومة بدي يكون هيك قائد الجيش إلى ما هنالك فيه أعراف تم فيه أعراف تمت وأنا ما بعتقد هذي كلها كانت تطبق من بعد الغاءة الطائفية السيسية اللي بذكرنا فيها دايما الرئيس بره وبتحجج فيها هو أول من كان ضده مظبط مظبط بذلك أذا بقول اليوم أنه حزب الله عليه أن يتجه بمكان آخر إلى إلى حل يعني إيجابي أكثر في هذه المرحلة المقبلة لأن المرحلة المقبلة ستكون صعبة بأعتقد على الجسم اللبناني ويجب عليه أن يرى أنه الشعب اللبناني يريد خيار آخر يريد يريد العودة إلى الكنف العربي والمضي قدما تجاه هذا الخيار إذا حزب الله بالمرحلة المقبلة بده يتمسك بموضوع الميثاقية ضده ضده لا ميثاقية مذهبية فقط ميثاقية طائفية يعني الميثاقية تتمثل بين المسيح والمسلم وليس بين الطواقف 18 طبعا يعني هذه الذي ينادي بها حزب الله من حيث المثالثة ليس لها أي يعني برهان دستوري حتى هو يتمسك فيه والميثاقية المذهبية لا أعتقدها يعني أبدا يعني تجدي نفعا مع هكذا مجلس نيابي يحتكم إلى دستور الطائف فأنا ضده أكيدي بهذا بهذا الخيار وبدي أقول كمان أنه يعني اليوم حزب الله يجب أن يعود إلى إلى أساس عقيده بيقدر يرجع حزب الله على عروبيت وبيرجع بيقدر إذا أخذ القرار نعم سيد موت الصدر قال لقد أنشأنا المقاومة لكي لكي ننوذ عن كرامتنا وحياة أبنائنا وليس لغير ذلك اليوم عم نشوف كرامة أبنائنا بالأرض عم نشوف حياة أبنائنا بالأرض فإذا أنت عليك أن تقود هذه المرحلة إلى مطرح آخر يجب أن تعود إلى أساس مقاومتك مقاومة الفقر مقاومة الذل اليوم نصف شعبك اللبناني إذا مش أكثر وهو يعيش مقاومة عدو الإسرائيلي ومقاومة عدو الإسرائيلي كانت بمرحلة جيدة إلى أن حصل هذا الحوار والاتفاق غير المباشر وشفنا كيف الحدود قد بيعت يعني أسقط يعني صفة المقاومة طبعا يعني أبايع الحدود إلى عدو قد أسقط صفة المقاومة عن حزب الله واليوم عم نشوف كيف هذه المعادلات صارت واضحة الحزب اليوم ما بيقدر يعمل مناورات عسكرية مثل ما كان عم يعمل قبل شفناها أنه مسرحية كبيرة وانتهت آخر شي بهذا الحوار وبهذا الاتفاق التاريخي الذي يجسده حزب الله مع كل ما يمثله من مقاومة شفنا أنه ماشي إلى سيرا نحو القدس مثل بيقوله الناشط السياسي وعضو مجلس القمصان البيض الدكتور هاديمراد أهلا وسهلا فيك وشكرا لألك شكرا أستاذ جميع وشاهدينا شكرا لألكون ونلتعا نحن بيكون الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة